السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة الشاف صلاح البطني قبل ما نبدو لفيديو تانتا نهار اليوم ما تنسوش تصلي وتسلم على رسول الله لأفضل الصلوات دائما مستمرين مع وصفات عيد الأضحاء المبارك اليوم إن شاء الله رح نشارك معكم وصفة باللحم بما أنه عندنا لحم في الدار رح نشارك معكم وصفة شيش كباب على طريقة المطاعم بواحد لصوص اللي رح تعطيه واحد البناء وواحد الطروة ما نحكي لكمش رفقتوه مع لي فريت ومع الروس انتم المهم تتبعوا الفيديو من الأول الأخير ومشاهدة من تعالى للجميع لدارة بركتلها أول حاجة أنا خيرت لها هذا أطراف للحم يعني نحيتهم من الفخض للخروف من بعد لها جبت هذا الروبوت ورح نرحي فيه اللحم طبيعة الحال نرجعه فيونداشي بهذه الطريقة وكما قلت لكم هذا الطبق هذا درته طبق متنوع درته باللحم ويشاهي إذا كانوا عندك ضياف ولا عرضها ولا حبيت تقل شيء على الدار عليكم على هذا الوصف أنا رح نقض أن نرحي عفو أو نقاشي هذيك الكمية كاملتها للحم بعد نحطها لنا في ريسيبيون هذه هي الكمية التي حصلت عليها وهذه هي النتيجة من بعد لها جبت لنا كمية من الشحمة على بل المعظم تعكم كي يوصل العيد يعني عيد يكون جديد الشحمة القديمة كامل ترميوها وتوليوا تخدموه بهذه جديدة درت لنا كمية ربيتها في العرب ووش رح ندير لهنا رح نضيفها على هذك اللحم هذا السر الأول ليخلي الكامل بتاعنا يجي طري عندي توابل عندي مرح فلفل أحمر عندي كمية من الكمون عندي كمية من رس الحانوت كوركم وزنجبيل من بعد لها نجي أخرج بنحبة عبصل ربيتها ومن بعد لها نعصرها في الصفاية بهذه الطريقة هذا كل ما ما نشح نرميوه تعالى للبصل نحتاجوه من بعد في الأصوص اللي رح نسقيو بها هذك الكباب بتاعنا واللي هنا ضفنا هذك البصلة وضفنا كمية من الدبشة بهذه الطريقة من بعد لها رح نستعينو بيدنا يعني نخدمو بيدنا من الأحسن باش نخلطو هذك المكوينة كامل مع بعض واللي هنا هذا هو القوام اللي تحصلنا عليه في الآخر من بعد لها وش رح نديرو تحبو تغطيه بكيس بلاستيك يتخليه حوالي نسو ساعة باش يتمارينا مليح هذك اللحم سينو تخدمو كيفي أنا مثلني تما نكذب عليكم جبت لها زوج أحواد خشبية عفوان زوج أحواد خشبية ودرت فيهم اللحم بهذه الطريقة يعني كيمة على المحلة تماما بنفس الطريقة نكمل مع بقي الحبات لانا كما كنت شوين حاولو نديرو فيهم هذو كل الخطوط تعل الأصابع باش يجيو كمدع بره فقط تفرحي بي معائدتك تفرحي بي مع أطفالك والبنة ما شاء الله بنفس الطريقة كما قدتكم نكمل مع بقي الحباتي أنا صراحة لهذا الكمية درت لي عشرة انتاع الكباب يعني حوالي ربعمية غرام لحم مفروم بعد ما شكلتهم اللي هنا بهذه الطريقة وش راح نديرو نجيبو لاصوس تعنا أو نخدمو لاصوس اللي راح نسقيو بها الكباب بتاعنا باش يجينا طريق هذا كل ما هو هذيك سوئي اللي تلقتهم من هذيك البصلة مرميتهمش ضفتهم ملعقة ما تكونش مملئاتات ما طمو صبرة باش مجيكمش حمضة بزاف يعني فاش راح تديريهم في الكباب درت أيضا نكمية من الزيت حوالي تزوج ملعق شوية الملح شوية الفلك حل ونكملو نخلطوهم تحبو تديروهم عن النار تخلطو هذي لاصوس عن النار سينو تخليوا هكا أنا محتتي على النار ما نكذب عليكم نحط هذيك الكباب بتاعي وهذيك اللاصوس على جهة ونروح ونخدموه اللاصوس اللي راح نرفق بها الروز وراح نرفق بها ليفريت اللي هنا في طنجرة طنجرة عادية نجيبو شوية زيت وملعقة على مارغارين نضيفو حبة انتع بصل كما قلتكن قطعها مو ربعات صغيرة مع زوس النت منتع الثوم ونقدو نقلبو في هذيك البصلة مع هذيك الثوم على نار اللي تكون قليلا حتين لذبالنا هذيك البصلة بعد نرميوه اللي هنا نصف صدر دجاج سينو انتم ما تقدروا اتقشوا اللي حمتعكم وديروه كوريات وتخليهم في الاخير طول وضيفوهم يعني تقليهم وحدهم في مقلاء ونبعد ضيفوهم انا كان عندي نصف صدر دجاج اربع صدر دجاج ما وش نصف قطعتهم اون بتي كيوب مربعات صغيرة والهنا التوابل عندي ملح فلفل الكحل فلفل الحمر زنجبيل كركم وتوابل انت الدجاج ندائما استعمل توابل تعلمه والهنا نغطيو عليها ونخليوها اطفع قليها ونبعد اخر حاجة رح نضيفوه ملعقة متوسطى انت على طوامات الكونسونترين نخليوها تتقليها مليح باش يتنحول تنحول هذه كلاسي ديتي وبعد المرقوب كاس تعمل نغطي عليها ونخليها على نار قليلة حتى نشوف بدأت تشرب هذه كلاسوس رح نضيفوه هنا كمية هذه كتاعة اللاكران فرش الصغيرة نضيفوه كمية ملعقة اللاكران فرش وننقصوه النار نغطي عليها ونخليها حتى نتختارنا هذه كلاسوس وذكروا رح نخدموه الروز يعني هذا الروز من اسهل ما يكون انا دائما استعمل نايا بروفيسيونال روز باسمتي الهندي من اجود يعني هذا الروز رهو الاجود ومن اجود الانواع نتعى الروز درت الناس وشكيسة لتعروز بالنسبة لكمية لتعروز ترجل حسب عد افراد العائلة شللت الروز داعي شحل مرة من بعد الهنا جبت الماء اللي يكون نضيف طبيعة الحال وراح ننقع هذا الروز داعي في هذا الماء لمدة ساعة و لساعتين من بعد الهنا من جهة اخرى رح نجيبو مرميطة ندلو فيها ملعقة ونص نتعلى مارغارين خليف ذلك لها مارغارين تعالى الزب ونضيفوه نصف كاس تاع الفيرميسيل ونقعدوه هنا نقلبوه في الفيرميسيل حتى نشوفوه تغير اللون ديها بعد ما قطرنا هذا الماء من هذا الروز رح نضيفوه الروز مع ذيك الشعيرية ونقعدوه نحمصوه فيها حوالي عشر دقايق حتى الربع ساعة بعد نروحو لتوب لاندي الهنا كلكم عندي شوية ملح هذا ما نديرو فقط تحبوه ديرو كمية من الفلفل لكحة نديرو ونبعد الهنا دائما نقولكم كاس روز بسمتي يقابلو الضعف أو زوش كيسان تعمل الهنا ندرتان بتاع الماء نخلطوه لنا خلطة واللزوج وراح نغطي عليه نقصلو النار للآخر ونخليه يطيب في عقله بعد ما طابلي الروز تاعي حاولوا تخليه فيه شوية العصص باش ما يشربوا الكمش بالخف ويتلقز وهذه هي النتيجة اللي تحصلت عليها بعد ما طابلي هذاك الروز ذكرا حروحو ننطيبو شيخ كباب بتاعنا نحطو الكباب بتاعنا بهذا الطريقة في مقلة اللي تكون مختصينو وندروا في المقلة عادية ولا في طاجين عادي راح يطيقون نفس النتيجة نحط الكمية تاعي كامل على جهة كما قد تكون النهار تكون متوسطة باش ما يتحرك يكون مش من بره يقعد لدخلني ونبعد نروحو ندربو الاسوس هذي كيخد منها مع بعض نتع طماطة مصبرة مع هذك يعني هذك الماء أو العصارة نتع البصل واللي هنا نخليهم يطيبوا على جهة مليح وبعد نقلبهم للوجه الثاني شوفوا هذه الخطوط يعني من الأحسن اللي عندوا هذ المقلة المخطة هذي يخدم بها أحسن وأحسن بعد ما قلبتهم كامل راح نجيبوا هذي كلاسوس أيضا بنفس الطريقة نشربهم وهذه هي كل ما نقلب فيهم كل ما نشربهم بذي كلاسوس لسيسنا تعطيهم بنا وفي الأسلوق راح تخليهم يجيوا طريقين اللي هنا بعد ما طابوا راح نضعهم على جهة وراح نروحوا نوجدوا الصحن تانا اللي هنا نجيبوا ريسيبيون ولا عفسة كما هذي ولا غميقة نعمرها بذلك الرز نحاول نضغط عليه شوية ومن بعد راح نقلبوه في هذا الصحن الأبيض اللي يكم تشوفوا فيه بهذا الشكل ننزع هذيك الريسيبيون وهذه هي النتيجة اللي هنا راح نشكل هذك الكابب بتاعي بهذه الطريقة أو لذلك أعواد انتع الكابب بهذا الشكل الموضح من بعد راح نجيبوه الأليمينيوم وراح نحكموهم غير من فوق يعني وصفة من أسهل ما يكون بعد ننزعهم نحطهم ديركت فوق هذا الرز بهذا الشكل ومن بعد هنا عندي حبات تعليف ريت قليتهم راح ندينهم أيضا البرتور هذاك تعال الرز وعندي أيضا صلصات الدجاج اللي خدمتها معاكم أيضا راح نسقي بها البطاطا تاعي وهذا كالرز وهذا هي النتيجة وفي الأخير درت هذاك ورق الأليمينيوم مع شوية ملح مع شوية ألكول وشعلت النار والله هنا كما أقولكم هذيك العصوص أيضا شربت بها البطاطا وصفة سهلة سريعة دي لكم كمية لابس بها وشكلها بالزفراقي نتمنى أنكم اتجربوها خليولي أراكم في التعليقات لنزلت تسقيت هذه البطاطا بهذه العصوص ودرت له هنا كمية من المعدنوس شبحت فقط من الفوق باش ترطيكم شكل الشباب إذن وصلنا لنهاية هذا الفيديو مقالي نقول لكم شاهدكم بالصحة لا تنسوا اشتركوا دعموني في الانستغرام لكم جوفوا في أسفل الشاشة إن شاء الله سنزيد معكم هذا الأيام وصفة عيد الأضحى المبارك فقط أنا نحط لكم وصفات أنتمما أدعوا لي في التعليقات موقع يقول لكم تهل الله وفرواحكم تلقى في عد آخر وصفات أخر والسلام عليكم